في موضوع آخر لا تتوانى مصر عن الوقوف في موقفا حازما من الإرهاب وقطع دابره أن كان مصدره وهذا كان في تصديها لمجموعات الإرهاب التي تعيث فسادا وقتلا وتخويفا في سناء أو تلك التي لا تنفك تحاول التسلل عبر منافذ حدودية مختلفة لا سيما من الغرب وفي هذا الإطار كثفت السلطات الأمنية المصرية جهودها العملياتية والاستخبارية للتصدي للإرهابيين وهو ما توجه بتوجيه ضربات قاسمة لقوافل الإرهاب وملاحقة قياديه وتدمير عدد من أوكاره ضربة قوية وجهتها القوات الجوية المصرية لعناصر التنظيمات الإرهابية التي استهدفت قوات الشرطة على طريق الوحاة في العشرين من أكتب قامت القوات الجوية بمهاجمة منطقة اختباء العناصر الإرهابية على طريق الوحاة ووفقا للبيان الرسمي للقوات المسلحة المصرية فإن الضربة تتبعتها عمليات طمشيط واسعة النطاق لملاحقة العناصر الإرهابية ما يفتح الباب أمام عمليات نوعية أخرى لحصار تلك العناصر والقضاء عليها هذه الضربة هي حلقة من حلقات المواجهات المفتوحة بين الأجهزة الأمنية المصرية وخلايا التنظيمات الإرهابية التي تتخذ من صحراء مصر الغربية نقاط تمركز وانطلاق لتنفيذ عملياتها داخل المحافظات المصرية هناك إمكانيات هائلة جدا لقوات المسلحة جوّن على وجه الخصوص وإمكانيات تستطلع تتابع هذا الأمر وبالتالي عملية منع التصرم من ليبيا إلى داخل أراضي المصرية عملية ماشية على مضار الساعة فيه خبرة طويلة في هذا فيه إمكانيات هائلة جدا لمتابعة هذا الأمر ويربط خبراء وأمنيون بين وجود تلك العناصر وبين تنظيمات إرهابية منتشرة في ليبيا ما دفع الحكومة المصرية لتكثيف جهودها في الملف الليبي على المستوى السياسي والعسكري لدعم جهود الحل السياسي وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية بها فاستقرار ليبيا سياسيا وأمنيا يعني استقرار البوابة الغربية للجانب المصري التي يمكن أن يتسلل منها إرهابيون من كافة الفصائل والطوائف والفئات التي تنسب نفسها إلى الإسلام السياسي من الدواعش من القاعدة وغيرهم وغيرهم وعلى الرغم من التقدم النسبي الذي تحرزه مصر في حماية حدودها الغربية وملاحقة العناصر الإرهابية إلا أن الملف سيبقى مفتوحا خلال المرحلة المقبلة التي من المتوقع أن تشهد مزيدا من العمليات ضد الخلايا والتنظيمات الإرهابية سمير عمر سكاينيوز عربية القاهرة معنا الآن من القاهرة خبير الأمن القومي في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية هاني العصر مساء الخير أستاذ هاني مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار أين هو مصدر التهديد الأساسي بالنسبة لمصر فيما تعلق بهذه المجموعات هل هو بالفعل من الحدود الغربية أم أن هناك ما زالت الكثير من الأوكار في مناطق مختلفة في محافظة شمال سيناء تحديدا هل مسألة الحدود الغربية ومنع التسرب يقضي على جزء كبير من هذا التهديد برأياني مساء الخير هو بالتأكيد طبعا الحدود الغربية بتشكل خطورة كبيرة على الأمن القوم المصري نظرا لأنها كمان حدود ممتدة ما بين مصر وليبيا لحوالي ألف وخمسين كيلو متر دي حدود شاسعة جدا ومن ثم يصعب على أي دولة مش على مصر بس لو مصر أو أي دولة مكانها هيصعب ضبط هذه الحدود بهذا الطول خاصة أنه عندنا أكثر من سبعين درب أو وادي ما بين مصر وليبيا بطول أو بامتداد هذه الحدود منهم تقريبا المعروفين والأكثر تمهيدا حوالي أربعين لخمسة واربعين وادي أشهرهم مثلا النصراني الرمل العقرب إلى آخره وبالتالي يصعب تماما أنك تكسف حملات إرقابة الحدود سواء من القوات الجوية أو من مخابرات حرس الحدود أو عناصر حرس الحدود وبالتالي هو أمر في غاية الخطورة وبناء عليه أنا بشوف أنه المهمة دي صعبة على قوات المسلحة بشكل كبير هتظل هذا التهديد قائم بنسبة كبيرة إلى أن نقدر نجفف منابع الإرهاب في ليبيا بإحداث حالة من الاستقرار السياسي والأمني والغاء حالة السيولة الأمنية والسياسية القائمة في ليبيا القضاء على الجماعات والتنظيمات الإرهابية الموجودة في ليبيا فضلا طبعا عن تكسيف الجهود دي كلها هتقلل من الخطر اللي بتسببه امتداد الحدود الغربية لمصر ما بينها وما بين ليبيا إذن صعوبة هذه العملية تكمن في ماذا تحديدا؟ هل هي في مسألة جمع المعلومات؟ هل هي في رصد هذه الأماكن؟ هل هي في متابعة هذه الحدود الطويلة التي أشرت إليها؟ أم ماذا تحديدا؟ بالتأكيد جمع المعلومات والاستطلاع أمر في غاية الصعوبة ليه في غاية الصعوبة؟ لأنه على مستوى جمع المعلومات أنت عندك قبائل كثيرة جدا سواء في الغرب المصري أو الشرق الليبي بتتحرك بتعبر الحدود زهابا وإيابا ما بين مصر وليبيا ومن ثم أنت يجب عليك أن تزود من مصادر معلوماتك والمندوبين المتعاونين مع أجهزة الأمن داخل هذه القبائل وهذه الجماعات على صعيد الاستطلاع زي ما قلت لحضرتك صعب جدا أنك تطلع حملات جوية أو أنه عناصر حرص حدود تقوم بهذا الدور على مدار اليوم أو على مدار الشهر أو السنة لأنه ده مكلف جدا كمان يعني غير أنه أمر في غاية الصعوبة نظرا كمان لأنه موجود في بعض المناطق بها بحر الرمال فيها مرتفعات ده كله بيصعب على القوات التغلب عليه بشكل كبير ومن ثم ده بيساوي مجهود وتكلفة مادية أعتقد أنه صعب على الجانب المصري أو أي حد مكان الجانب المصري لو موجود أنه يقوم بالأمر ده ومن ثم يجب هنا على الدولة المصرية الاستعانة بأمور أكثر تطورا أنا أعتقد أنه الاستطلاع عن طريق الساتيلايت أو الدرونز هيكون أمر في غاية الأهمية وهيفرق كتير جدا على مستوى ضبط الحدود الغربية اللي بأكد لحضرتك أنه مستحيل تضبطها بشكل كامل إحنا في النهاية بنعرف عن العمليات التي بتنفذها قوات المسلحة والقاعدة الأمنية بتقول أن العمليات المكتشفة من عمليات التهريب غالبا بتكون بنسبة من 10-15% فقط من العمليات اللي بتتم فعليا ومن ثم التهريب موجود ده بيأكده لك النشاط الزائد للإرهاب في العمق المصري أو في سيناء العناصر الإرهابية اللي بتتحرك بحرية موجودة بينفذوا عمليات إذا لم يستطيع الوصول إلى العمق المصري فبيضربوا الأكمنة والارتكازات الأمنية الموجودة أو القريبة للحدود الغربي أستاذ هاني في أعقاب العملية التي وقعت في العشرين من الشهر الماضي العملية التي ذهب ضحيتها عدد كبير من قوات الأمنة المصرية كان هناك عمليات رصد ومتابعة تم تنفيذها من قبل القوات المسلحة قوات الأمنة المصرية في عدد من البلدات هناك الكثير من البلدات النائية في محافظات الجيزة في الصعيد وهذه ربما البلدات تشكل مكان لوجود هذه العناصر الإرهابية إلى أي مدى يمكن بالفعل تكثيف الرقابة على هذه البلدات برأيها أنا في تأديري دي أسهل حلقة يعني أن العناصر الإرهابية تصل إلى هذه المناطق النائية هي مناطق نائية على صعيد التنموي والتكنولوجي لكن هي في النهاية تحت قبضة الدولة يعني الدولة متواجدة حتى حدودها الغربية إلى حد سيوة مثلا يعني اللي يذهب إلى سيوة أو إلى مطروح أو السلوم الدولة المصرية والقوات المسلحة المصرية متواجدة بشكل قوي جدا لها العناصر اللي بتتعاون معها ومن ثم وجود أي عناصر إرهابية أو أوجه غريبة عن هذه المناطق بالتأكيد الدولة المصرية هتعرف عنه المشكلة بتكون في الظاهر الصحراوي لهذه المناطق النائية لأنه طول ما العناصر الإرهابية موجودة في أماكن غير ذات تواجد من الدولة المصرية أو قاتل مسلحة هو ده اللي بيمثل الخطورة لأنه يقدر يرتكز في هذه المناطق ينشئ معسكرات تدريب يذهب إلى العنق المصري ينفذ عملياته ويرتد إلى هذه المناطق مرة أخرى ومن ثم تكون مناطق ارتكازات لهذه العناصر الإرهابية هي دي الخطورة الحقيقية مش خطورتهم في وصولهم للمناطق النائية الموجودة في الدولة المصرية شكرا جزيلا لك الأستاذ هاني الأعصر خبير الأمن القومي في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية كان معنا من القاعدة ترجمة نانسي قنقر